إذن نكمل الحر الليلة من كازاخستان إذ قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إن بلاده طلبت من مسؤولي كازاخستان توضيحا حول سبب طلبهم المساعدة من القوات الروسية ودان بلينكين الأوامر بإطلاق النار لقتل المحتجين مؤكدا أنها كانت خطأا ويجب إلغاؤها يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام نقلا عن وزارة الصحة الكازاخية بمقتل 164 شخصا غالبيتهم في مدينة ألماتي خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا كما اعتقلت السلطات أكثر من خمسة آلاف شخص فما دلالت عدد القتل الكبير في احتجاجات كازاخستان وما دور روسيا في ذلك وكيف لجهود واشنطن الحد من قمع المحتجين ووقف الاعتقالات مشهد قاتم ذاك الذي تشهده كازاخستان منذ اندلاع المظاهرات فيها قبل نحو أسبوع احتجاجا على رفع أسعار الغاز وتصاعدها بوقوع اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال نهب وشغب وسائل اعلام نقلت عن وزارة الصحة الكازاخية توثيقها مقتل 164 شخصا هذا الأسبوع 103 منهم في ألماتي كبرى مدن البلاد وإصابة آلاف آخرين بينهم أكثر من 1300 عنصر أمن وفق وزارة الداخلية التي أعلنت الأحد في بيان أن إجمالي عدد الموقوفين وصل إلى أكثر من 5000 شخص وفي تطور آخر قال مكتب الرئاسة الكازاخية في بيان إن عددا من المنشآت الاستراتيجية في البلاد يخضع لحراسة تحالف عسكري تقوده روسيا دون أن يحدد تلك المنشآت ويأتي نشر قوات من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسية بدعوة من الرئيس قاسم توكاييف في وقت تشهد فيه العلاقات بين الشرق والغرب مزيدا من التوتر حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لشبكة ABC الأمريكية إن الأوامر بإطلاق النار للقتل في كازاخستان كانت خطأا ويجب إلغاؤها مضيفا في مقابلة أخرى مع شبكة CNN أن الولايات المتحدة طلبت توضيحا من المسؤولين في كازاخستان حول سبب حاجتهم إلى طلب المساعدة من القوات الروسية نحن قريبون تجاه حالة الطوارئ التي تم إعلانها في كازاخستان وقد تحدثت إلى نظير وزير الخارجية وأوضحت له أننا نتوقع أن تتصرف الحكومة مع المتظاهرين بطريقة تحترم حقوقهم كما طلبنا من المسؤولين في كازاخستان توضيحا لأسباب طلبهم قوات تقودها روسيا لمواجهة الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد وندين الأوامر الحكومية بإطلاق النار على المحتجين السلميين وكانت المظاهرات في كازاخستان تصاعدت لتتحول إلى حركة احتجاج واسعة ضد حكومة توكاييف والرئيس السابق نور سلطان نزار بياب الذي ترك منصبه عام 2019 بعد ثلاثين عاما من الحكم وتولى بعده منصب رئيس مجلس الأمن في البلاد وهو الدور الذي ظل يمارس من خلاله نفوذا كبيرا الأمر الذي جعل المحتجين يطالبون برحيله بهتافهم إرحل أيها العجوز في مناقشة لهذا الموضوع أرحب بضيفي من واشنطن فريد فلايدز نائب رئيس مركز الأمن الأمريكي وأيضا أرحب بضيفي من موسكو فلاديمير سوتنكوف خبير في العلاقات الدولية أهلا بكم ضيفي الكريمان أبدأ معك ضيفي من واشنطن سيد فريد إلى أي مدى نستطيع أن نقول الآن بأن كازاخستان أصبحت تشكل ساحة مواجهة سياسية جديدة ما بين واشنطن وموسكو يسعدني أن أكون معك أهلا بك هذا صحيح علينا أن ندرك أن الأمر يتعلق بأسعار الوقود هناك اضطراب اجتماعي هناك أجور منخفضة وهناك انطباع بأن عدد قليل من النخبة يدعمه الروس هم الذين يتحكمون في ثروة البلاد وأن الفساد يتخطى الجانب الاقتصادي الحكومة الكازاخية كان اضطرت إلى إدخال روسيا ورئيس بوتين كان سعيدا أن يرسل قوات روسية لكازاخستان لأنه يريد أن يضع الاتحارس بيت مرة أخرى أو يعيد الاتحارس بيت مرة أخرى بسيد فريد اعذرني على هذه المقاطعة ولكن أليس من حق أي دولة أن تطلب المساعدة من أي دولة أخرى وتحديدا أنها تتشارك الحدود يعني دولتان جارتان من الممكن أن تساعد روسيا كازاخستان وبالعكس بالطبع هذا أمر صحيح وفي الواقع القوات التي تم سلعها هي قوات حفظ سلام تتكون من عدة دول سوفيتية سابقة ولكن القوات الروسية كانت غليظة في تعاملها وهي التي أبقت على الحكومة الكازاخية في السلطة هذه ليست قوات أممية لمنع طرفين من قتال بعضها البعض ولكن قوة أتت لدعم حكومة سلطوية ضيفي من موسكو السيد فلاديمير أريد أن أفهم منك هذه النقطة تحديدا يبدو بأن قيام موسكو بنشر قوات لحفظ السلام بين قوسين داخل كازاخستان يبدو بأنه أثار الكثير من القلق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحتى بالنسبة للدول الأوروبية يعني برأيك هذا الدخول الروسي ألن يعقد من المشهد ويعقد من العلاقات الروسية الأوروبية الأمريكية صباح الخير دعني أختلف مع زميلي المحترم الأمريكي وأيضاً وزير خارجية بلينكين فيما يتعلق بأن القرار لإرسال قوات قرقزية وأرمينية وروسية كان قرار جماعي لأن كازاخستان وأرمينيا وكيركستان وروسيا البيضاء هي أعضاء في معادة الأمن الجماعي فحسب بنود أو البند الثاني والرابع من هذه المعاهدة الخاصة بالأمن الجماعي في حالة وجود اعتداء ويبدو أنه كان هناك الكثير من الإسلاميين والإهلابيين المحترفيين كانوا يقفوا خلف هذه الاحتجاجات فحدث بالتالي اعتداء داخلي في هذه الحالة رئيس الكازاخي عن حق طلب لمساعدة خارجية وهذه ليست فقط قوات روسية طيب سيد فلاديمير لا أظن أن روسيا كانت سعيدة بهذا الموقف بوجود قوات إرهابية في كازاخستان اسمح لي على المقاطعة سيد فلاديمير ولكن كما ذكرت بأن دخول القوات الروسية جاء وفق منظمة معاهدة الأمن الجماعي هل من معلومات حول عدد القوات الروسية ودورها داخل كازاخستان ليس لدي هذه تلك المعلومات حسب ما أعلم وحسب ما قرأت على الانترنت الجنود والضباط الروس في كازاخستان هم يحمون أهداف استراتيجية في كازاخستان ولا يتدخلون في الاحتجاجات التي لا زالت تجري في كازاخستان في ضوء ما نتحدث عنه سيد فريد هنا أسألك إن كانت تحمل الأيام المقبلة أي مطالب أمريكية أو حتى ربما مطالب أوروبية فيما يتعلق بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ربما بتغييرها أو حتى تغيير فاعليتها كخطوة استثنائية أعتقد أن الدول الأوروبية واللورية المتحدة ستقدم طلبات حاسمة بوقف العنف في كازاخستان ووقف القوات الروسية والقوات الأجنبية عن إطلاق الرصاص وأعتقد أن روسيا ستتجاهل تماما هذه المطالبات هذا أمر حكومة كازاخستان وروسيا مصممان على القيام به يبدو أن العنف يخف إذا كان ضيفك في موسكو على حق وأن هؤلاء كانوا إرهابيين محترفيين وربما إسلاميين محترفيين وإرهابيين أنا لست على دراية بذلك وأريد أن أرى إثبات على ذلك أعتقد أن الأمر يتعلق بالطرابات الاجتماعية واحتجاجات ضد حكومة السلطوية تتحكم في كل السلطة وكل الثروة والسكان سائموا من هذا عدم من هذا الفساد وعدم المساواة سيد فلاديمير ضيفي من واشنطن يتحدث عن أنه ما يجري في كازاخستان الطرابات داخلية واجتماعية هناك أعداد كبيرة من القتلى وصلت إلى 164 قتيلا منذ بداية الاحتجاجات وقرابة خمسة آلاف معتقل كيف يمكن أن يفسر ذلك برأيك مرة أخرى أختلف مع زميلي الأمريكي المحترم هذه الاحتجاجات الاجتماعية بدأت بتظاهرات صغيرة في البداية ولا أعلم العدد ولكن السبب وراءها ليست عدم المساواة الاجتماعية فقط أعتقد أن هذا كان العذر الذي استخدمه الإرهابيون المحترفون الذين قاموا بإدارة هذه الاحتجاجات ضد السلطة الشرعية في كازاخستان هذا هو العذر الأساسي للاحتجاجات وكما تظهر التطورات اللاحقة في هذا الصدد الإرهابيون المحترفون كانوا يقودون الناس لإطلاق النار والإحراق المباني وقتل الشرطة وكان ذلك تعطيل للأجهزة الشرعية في بات كيف تتخيلون يمكن الحكومة الكازاخية أن تتعامل مع هذا الأمر لا أظن أنهم كانوا سعداء بهذا الأمر وهم طلبوا المساعدة لأنها لديهم الحق كعضو شرعي في هذه المعاهدة بطلب المساعدة من الخير بالنسبة للجانب الروسي سيد فلاديمير ما بين أزمة أوكرانيا من جهة أزمة كازاخستان من جهة أخرى هل يمكن لروسيا أن تتحمل هذه الأزمات التي تحيط بها من دول الجوار لا أرى أي مشكلة في ذلك أنت قلت أن هناك أزمات في أوكرانيا وفي كازاخستان ولكن لا أظن أن ذلك سيتبعه حروب أعتقد أنه لن تكون هناك حروب بين روسيا ولكن قد تكون هناك عقوبات سيد فلاديمير وأما الأزمة في كازاخستان فهي أزمة بالفعل الداخلية نعم نعم قد تكون هناك عقوبات وحسب معلوماتي وحسب رأيي الولايات المتحدة وروسيا ستناقشان غدا في جينيف أو في الثاني عشر من يناير ستناقشان الأزمات الموجودة فقد يكون هناك اتفاق حول هذه الأزمات وأمل ذلك على الأقل سيد فريد إذا ما نظرنا إلى موقف المعارضة في كازاخستان يبدو بأنها تعول الآن على الموقف الأوروبي وموقف الولايات المتحدة الأمريكية كيف يمكن الآن التحرك لوقف هذه الاعتقالات ووقف عمليات القتل المستمرة وخصوصا فيما يخص ما تطلبه المعارضة من فرض عقوبات ربما أو التوجه للتدخل في هذا الملف لا أظن أنه هناك إمكانين التدخل للأجانب في كازاخستان قد يكون هناك عقوبات أمريكية وأوروبية ولكن كما ذكرت من قبل لا أظن أن سيكون لها تأثير حكومة كازاخستان والحكومة الروسية مصممان على قمع هذه التظاهرات وأعتقد أنهم قاموا بتخطي الخط الأحمر فيما يتعلق باستخدام العنف غير المناسب ضد الاحتجاجات العقوبات تأخرت بالفعل اليوم الحكومة الروسية ترسل المزيد من الطائرات والقوات إلى كازاخستان للمحافظة عن نظام لا أظن التهديد الغربي باستخدام العقوبات سيغير أي شيء طيب إلى أي مدى سيكون هذا الملف حاضرا بالنسبة لانطلاق محادثات الأمن بين روسيا والغرب وإلى أي مدى سيتم الحديث والتطرق عنه بجدية في ضوء أيضا طرح الأزمة الأوكرانية من جانب آخر مسؤول روسي قال بالفعل إلى أنتونيو بلينكين أن كازاخستان لا تخصكم أنا أخمن أن روسيا سترفض الحديث حول موضوع كازاخستان ولكن أتفق مع ضيفك من موسكو بأننا لا نبحث عن حرب في أوكرانيا بلادمير بوتين يحاول أن يستخدم نشر القوات بالقرب من الحكوم أو الحدود الأوكرانية للحصول على تنازلات بحيث لا تصبح أوكرانيا عضو في الناتو وإبعاد قوات الناتو وتمارين الناتو بعيدا للحدود ويبدو أننا مستعدين للقيام بهذا الأمر فقد يخرج بوتين بمكسب في هذا الأمر ولا أظن أن بوتين يريد أي حرب في أوكرانيا أعتقد أن فرصة الحرب هي 50% شكرا جزيلا لكم ضيفي من واشنطن فريد فلايت نائب رئيس مركز الأمن القومي أيضا أشكر ضيفي من موسكو فلاديمير سوتينكوف الخبير في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم